اشتركوا في القناة حكمه في مصر بعد تخلصه من الزعامة الشعبية والمماليك وحملة فريزر والتحالف صوت العثمان المملوكي الإنجليزي دلوقتي هنشوف زي محمد علي بنى مصر الحديثة على النسق الأوروبي وخلونا نبدأ في الجزء الأول في الأحوال الاقتصادية في عهد محمد علي أو الاقتصاد في عهد محمد علي كان عامل ازاي؟ لو اتكلمنا في البداية هنتكلم على الزراع بس قابل اي حاجة؟ لازم نقول ان محمد علي خلال ست سنين من سنة 1888 لحد 2014 قام بمجموعة من الإجراءات اللي تغير نظام الملكية الزراعية في مصر ألغى نظام الالتزام فالكلم مشكلة تاعت قزمة نيل اللي حصلت والمتزمين عاملوا ايه؟ وكان عاوز اخط شوات اجراءها بس مش عارف مرفض فهو ده الحكاية غير مجموعة من القواعد لغى بها نظام الالتزام وغير وضعات الأراضي الزراعية وصادر أراضي الملتزمين وسجلها باسم الدولة محمد علي كمان عامل على توفير أكبر قدر من الانتاج الزراعي بس قبل نتكلم عادة لازم نقول حاجة مهمة جدا 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 ان محمد علي ماشى لاقتصاد المصر كل زراعة وصناعة واتجارة فيما عرف بنظام الاحتقار يعني ايه نظام الاحتقار يا مستر؟ وقول لك ايه ده فلان محتكل السوق يعني الحكومة متمثلة في محمد علي هي المسؤولة عن الاستراض وتصدير تصدر ايه وتستورد ايه هو حد graph Pet website Squanes ننفيش حد غير كده تمام؟ هو اللي بيحدد المحاصيل اللي تتزرع وتمنسها وبيحدد الصناعات اللي تتصنع وتمنسها وتمنس ايه الانتخان بتاعه هم تحاكم في كل حاجة في السوق وبيشتري منهم يعني بيتري ع故ب مثل الفلاحيين وبيشتري ماذا سناعة هو اللي يبقى الطجاريل للأجانب ليه؟ عشان تكونوا هم متحاكم في كل حاجة يستور اللي هو محتاجه ويصنع في بلد اللي هو يعرف يصنعه. فيخلي الاقتصاد بتاعه يقوم. يعني بدأ الناس ما بتشتري المستورة لما جدت مصر هو يلنى على المستورة. فما يوجد دهن بصني غير المنتج المصري. كذلك هو اللي ياخد من التجر المصري. ويبيع الاجنبي. عشان يشبع بلده الاول. وبعدين يبيع الاجنبي. ما يخليش مثلا الشعب المصري بعد محمد علي مش اللي يأكل. يقوم جام صدر برعة عشان تجي ركسب. لا هو ياخد. يأكل ناس واللي يفضل يصدره. فبقى عامل شوية اساليب في الزراعة والصناع والتجار. كانها في الزراعة زي ما قلنا اغير نظام الملكية الزراعية. كمان بدأ بقى في الزراعة نفسها يعمل شوية حاجات يزود بها لانتاج الزراعية. طيب عمل ايه? اول حاجة دخل اساليب زراعية جديدة. وجاب مدربين في الزراعة. يدربوا الفلاحين. اعرف امتى يزرع وازي قوم مش عارف ايه وازي قوم مش عارف ايه وحد وحزب مسئولياتك كذا وده واجباتك كذا. خلى فيه نظام في الزراع. ايه تاني يا مستر? اهتم بالتعليم الزراعي. اهتم بالتعليم الزراعي. عامل مدرسة زراعية ويدخل على هم صغيرين يعرفوا ويتعلموا يكتسبوا الخبرة. فيخرج يبقى بيزرع هو عارف فهو بيعمل ايه? طيب. عمل ايه تاني? مش كده وبس. يعني هو اجاب زراعات جديدة واعلم. بس كان لازم يحتم بتحسين طروق الري. ما فيه اراضي يعني الترع او الماء بتصلها ولا ايه لا. مش عارف ايه. فبدأ يشق الطرع ويحفر القنوات ويعمل القناطر زي القناطر الخيرية مسلا. والقناطر دي اللي هي بتكون بناء على النهر. يعني لو احنا شفنا الصورة دي دي صورة القناطر الخيرية. فدي بناء على النهر زي ما احنا شايفين بيكله بوابات بياخد بياخد المية بيوزحها على الرياح والرياح بود الاجترع. يعني القنطرة دي دورة انها بتوزع المية على الرياحات ومنها الى الاجترع. فبالتالي وصل المية بكمية كبيرة للواجه البحري. فخلى الاراضي تشتعل على الراي الدائم. الراي الدائم بعد ما كانت شغالة بالايه بالنظام الفيضان بقى? و سنة او سنة لا او او ما هي تيجوها من الجيش او بالعمطار. لا. خلىها ماشى من نظام الراي لايه? الدائم. بس كده? لا. ده كمان جدد في النباتات. دخل بحاصيل جديدة ونباتات جديدة زي آآ آآ توت عشان رب يدوت الازل على اللي كتير من احنا صغارين لعبنا بيها وجدناها ومش حسن زراعة القطن المصري اللي بعد كده. هيكون ليه مكانة عالية جدا جدا جدا. وده اللي هنشوفه في الفصول اللي جاية ان شاء الله. طيب. كده بلقى سليم محمد علي عملها في آآ الزراعة. طيب طبق بقى الاحتكار في الزراعة ازاي? احنا تفقنا ان كل حاجة طبق في الاحتكار. طبق الاحتكار في الزراعة ازاي? اول حاجة كان بيدي الفلاح كله هو عاوزه. بزور مواشي ادوات كله خد يعمل اللي انت عايز يزراع بيخده. بس انا هاخصم تمنه من المحصول. فهو كده ضمن الفلاح هيساهم محصول اخر السنة. ايه تاني? كمان لازم الفلاحين بان هما يزراعهم محاصيل معينة. محمد علي بدأ يشوف البلد محتاجة ايه? وايه اللي البلاد محتاجها في الاكل والشرب. وبدأ احنا عايزين خمسين فدنا زرعوا رز. ايه وعشر يتزرعوا عامحة. ومش عالف كامل زرع دورا. فمدأ يحدد ويه مش كل اراضي كده بيختار على حسب نوع التربة. فالمحصول يطلع احسن حاجة. ده بالنسبة ليه الزراعة. طب الصناعة بقى. هل محمد علي طور في الصناعة زي ما طور في الزراعة? اه. ازاي? محمد علي عامل شوية اجراءات عشان يطور في الصناعة. بس محمد علي لما جه يمسك البلد كانت الاوضاع الصناعية اولاد ما بيتلعامش حاجة الجيش والاسطول. محمد علي عامل كل حاجات ده كلها سواء زراعة او صناعة او تعليم زي ما نشوف بعد كده عشان يخدم الجيش بتاعه. عشان عارف ان اي بادل زي ما كلها جيش قام. حمد علي شافة ان الصناعة عنده متأخرة جدا ومش تخدم الجيش المصري. فبدأ يهتم بيها ويخليها تتقدم باكتر من سبيل. اول حاجة عامل مصانع حكومية لحمل سماء القطاع العام. وايه كمان خلى مشايخ الحراط يلموا العيال من الشوارع. يلموا العامل من الشوارع. ويجبرهم ان هم يخشوا ويتعلموا المصانع. فالمصانع بقتلهم زي المدارس الصناعية بالضبط. ايه كمان? بعد بعاسات الخارج عشان يتعلموا الصناعات المختلفة ويكونوا متقنين فيها ويترجم كمان الكتب الصناعية بتاعت الناس اللي برا عشانه الصناعية المصرية اللي متخارجين المدارس الصناعية يعرفوا يروع ويتعلموا الصناعات الحديثة. طيب. طبق الاحتقار ازاي بقى? نفس الفكرة اللي عملها في الزراعة. اول حاجة. ادى الصناع المادة الخام اللي لازم اصناعها. بالتمن الحكومة تحدده. بالتمن الحكومة حدده. ويشتري منهم المنتجات بالسعر للحكومة تحدده. ولكن الفكرة فين بقى? الفكرة انه رفع سعر المادة الخام ونزل سعر المنتج. عشان يعمل ربح. عشان يعمل ايه? عشان يعمل ربح. كده محمد علي طور في الزراعة. وطور في الصناعة. طب التجارة. طور في التجارة يا مستر. هقول لك اه. طور في التجارة. وطبقها برضو للنظام الاحتقار. بالنسبة للتجارة الداخلية. زي ما قلت لك محمد علي احتكر تسويق جميع الحاصلات. يعني هو اللي بيشتري من فلاحين. وهو اللي بيشتري من التجار. وبيوزع على الناس. وبيحذب اتمنى هكام ومشي كام ومشي عارفين. طيب على المستوى الخارجي. الدولة كانت هيا المسؤولة بشكل مباشر على بالل التجارة الاجناب في الداخل او الخارج. يعني هو في تجارة الاجناب في مصر. عاوز يشتري. بيشتري من الحكومة. ممنوع تجري بقى لتجارة الاجناب. تصدير كانت الحكومة المسؤولة عنه. كمان الوردات. محمد علي احتكر الوردات. محمد علي ما كانش بيشجع لانه كان دايما شايد ان الدولة القوية اللي صادرتها اكتر من ورداتها. يعني الدولة القوية هاي اللي بتصدر اكتر ما بتستوى. دي او ده الاقتصاد في عاد محمد علي. زراع صماعة تجارة. وعلى طول يا اولاد الاقتصاد مرتبط بيه النقل والمواصلات. بان اه مواد غزائية او محاصيل او مواد خام او او بتحتاج نقل ومواصلات سواء للداخل او بالخارج. عشان كده محمد علي بدأ يهتم بالطرق البرية. وبنى اسطول البحر احمر ومتوسط. كمان اه اه اصلح المواني بالذات من الاسكندرية. اهم حاجة بقى من محمد علي منطهر بحر احمد من القرصنة. لدرجة ان شركة اه الشركة الهندي الشرقية الانجليزية. بدل ما كابت لف حوالين طريق رأس الرجال الصالح. لأ. بقيت بتيجي من البحر الاحمر. بخلص. ايصهل وايصر. ومعادش فيه قراصنة وبقى اعمال. ايه لي خالي انا اختصر الطريقة زي ما شوفنا قبل كده. الحمد فرنسية لما كانت جات. عشان تختصر طريقة رجالة عشر قاسي. فانجلت رأيت نفس الكلام. قدت لك انا راح او نفركة ليه? تم انا عند البحر الاحمر رخيص وايصر واقفر. واقصر في الوقت. واقل في التكلفة وما فيهوش اه الحوارات دي كلها. وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من درسنا واللي تكلمنا فيه عن الاوضاع الاقتصادية او الاحوال الاقتصادية في عهد محمد علي. ولكن يا ولاد الاحوال الاقتصادية دي اثرت بشكل مباشر على طبقات المجتمع في مصر. فهلاقي طبقات اختفت? طبقات تانية دخلت وغير وغير وغير. اتكلمنا على الاوضاع الاقتصادية وقلنا في الاوضاع الاقتصادية دي اثرت بشكل مباشر على المجتمع المصري. هنشوف ازاي اثرت الاحوال الاقتصادية في عهد محمد علي وتبين نظام الاحتكار على اوضاع الاعتماع في عهد محمد علي. هلاقي طبقات اختفت? وطبقات تانية ظهرت? وطبقات اغيرت مكانتها من الطبقة هلقى تغيير جزري في شكل المجتمع المصري. طيب. اول حاجة انتهى نفوز المماليك كهية حاكم. تفاعل المماليك قبل كده. كان هما المصيطرين خلاص انتهت. بالطبقة دي. وحل محلها محمد عيو الاتراك. كان قبل محمد فرنسان مماليك. وكان اه مش هارف محمد عيو كان برضو مماليك. محمد عيو ما جاء حل او شائل مماليك خالص وحل محل محمد علي وبعض الناصر التركيين. تاني حاجة هلقى نفوز علماء الازهر والقناة الشعائي بدأ ايه? الفاكر لمحمد علي تخلص منهم. فاكر لمونا نفع مش عارف مين اللي فين وجمه كانوا السيدات. فبادأت علماء الازهر والقناة الشعائي ايه? تقل ويرتفع خارج مدارس الجديد. زي ما ناخد في الجزء اللي جاي ونتكلم عن التعليم في عدد محمد علي. واللي بدأ يعمل مدارس وجامعات ومش عارف ايه كم ده كله. فبدأ الناس الخارجة المدارس دي هي اللي تاخد مكان الرياضة. بدأ بنوع عمال الازهر ويقيا دات الشعبية. طيب ايه تاني? طبقة الاعيان من قبار ملاكة اراضي الزراعية متوسط الملاكة. شوف نزيم محمد علي. اخد الاراضي من المتزمين. وسجلها باسم الدولة. وبدأ يزراحها. وهتم جدا بالزراعة. فده ادى الى ان ملاكة الاراضي بدأوا يزيدوا. وقوتهم زادت في المجتمع. يعني كلا من نص القرن التساعتاشر. متوسط حقوق الملكية بتاعته. كمان محمد علي اتام بالصناعة. فظهر طبقة عمال الصناعة في المصالة الكبرى للدولة اللي هي المصالة العامة. ونظام الحارف الطبقة فضل شغال. متحزفش او ما تلغيش. طيب. الحاجة بقى اللي بقى كده كده تكون بالعكس طبقة التجار. ليه يا مستر? تقاني حمد علي ام صانع. فالصنوع زادوا. ففلسوا زادوا في طبقتهم او مكانهم في المكتمع عمصر زاد. ولكن. التجار محمد علي هو اللي بيعه ويشتري. محمد علي هو المسوع عن التجار. محمد علي وقى في التصدير. وقى في الاستراد. هو اللي بيع من كل حاجة. فبالتالي التجار مكانته متقل. تجار مكانته متقل. وما كانوا يعني. بقت جي مكانهم التجار الاجانب بقت تجار الاجنابي بواسيط. ما بين الحكومة ما بين الدولة. اللي برا فاختفت طبقة الطبقة التجار او انخفضت. لان زي ما وانا محمد علي هو اللي كان مسيطر على اه حركة التجار. اخر حاجة واهم حاجة ظهور البدو كقوة اجتماعية مستقرة. فانا عبد محمد علي واتفقنا ان كان احد اسباب تدور التجار الداخلية هو هجمات البدو. محمد علي زكي. بدأ يهتم بالبدو ويقربهم منه. فملكهم اراضي. وخلوهم استقرروا. خلاص. الارض ما بتحتي فانا يخاف عليها. تفهم عصدي? البدو ما كانش لارض مش بتاعته. فبيجي ماليا حاجة. لكن لما يتملكوا حد ارضه. هيقعد فيها. ويخاف عليها. مش هيروح يجين بقى حتى نبقى عنده ارض بزر عقل ويشرب منها خلاص. ويخاف على ارضه. تمام? وشوية شوية بدأ يخش في الحياة المدنية للشعب المصري. وبكية تجانب محمد علي خطورة البدو هجماتهم على التجارة وزعزعة الام المصري. وبكده نكون شوفنا ازاي محمد علي التغيرات الاقتصادية اللي عملها اثرت على المجتمع المصري وتطوره. وازا ما تعرفنا الجزئين اللي فاتوا لما تكلمنا عن الاقتصاد وبعدين كلمنا على الحال الاجتماعية دلوقتي هنتكلم عن التعليم ودوره في بناء الدولة الحديثة. هنشوف ازاي محمد علي اهتم بالتعليم اهتمام كبير جدا جدا. في البداية محمد علي اهتم بالبعثات. محمد علي اهتم بالبعثات. محمد علي ارسل بعثات اجنبية من طلاب الازهر في البداية طبعا 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 ازهر وخريج كتاتيب هم اللي كانوا متعلمين في الاول اولاد. يعني هم ده اللي وحيدين اللي كانوا متعلمين في مصر. لما تفانى ان ابن الحميم فرنسية التعليم اقتصر على الازهر الشريف. محمد علي ارسل اه بعثات علمية من طلاب الازهر لايطاليا فرنسا انجلترا ونمسا خلال فترة من الف تونمية وترتاشر لالف تونمية سبعة واربعين طب ليه اول حاجة يتعلموا ويكتسبوا خبارات لازمة دراسة الفونة عسكرية وبناء السفر وملاحة تعلم الهندسة والميكانيكا وصور راي والصرف دراسة القانون والسياسة اللي هو يتعلموا كل حاجة اللي هم يتعلموا ايه كل حاجة مفيش حاجة ما يتعلموا ايش وكان رفاعة التهطاوي زي ما احنا شايفين قدامنا هو واحد او امام محمد علي لما كان بيبعت اي مجموعة اولاد في اوروبا عشان تعلم كان بيحط عليها شيخ او امام عشان داي من هم برا يذكرهم بالدين هو طبعا محمد علي كان عارف التفتح اللي في اوروبا ومش عارك كم ده كله تخاف على الناس اللي بعيدتهم عشان كده كان بيبعت معاهم امام للطلاب دول فكاد اول بعثة راحت لفرنسا 1220 او بعثة كبيرة كان على راسة الامام رفاعة التهطاوي الراجل ده قاعد في فرنسا وتعلم كتير جدا جدا منها وتعلم لغة فرنسية والترجمة ولما رجع اقترح على محمد علي ان هو ياسس مدرسة الالسون لذي دولة كلية الالسون كلية الالسون وسموها الالسون لان يعني ايه ان فيه لسان بيتكلم عربي لسان بيتكلم انجليزي لسان بيتكلم فرنساوي لسان بيتكلم ايطالي لسان بيتكلم مش عارفية محمد قال له عاوزين نعمل كلية تدرس اللغات دي عشان تبع اللغات دي موجودة عندنا وسهل ان احنا ترجم الكتب بتاعتهم وكمان ترجم هو بنفسه ترجم بعض الكتب الاوروبية الى اللغة العربية ثافات بيها مصر الدرعة كبيرة جدا طيب تاني حاجة محمد علي كان بيها هي المدارس محمد علي عامل مجموعة المدارس بتخدم اهداف التنمان الاقتصادية والعسكرية بتاعها المدارس دي بدأ ينشئها فترة من خلال 2016 حد 2019 ومدارس دي زي ايه مستر زي مثلا مهندس خانة زي الهندس للوقت والطب والصيدلة ومدارس التعليم لصور محاسبة والفنون والصريع والزراعة والبيترة زي كوليت البطر مثلا كوليت الزراعة آآ كوليت تجارة دي كلها المدارس محمد علي مدرسة زمانية ولاد على ايامهم يعني كلها زي زي الفتر اللي احنا فيها دي مهام؟ هي دي المقصوب بالمدارس اللي انشاءها محمد علي وكان المدارس دي اللي بيلتحك بها في البداية هم تلاميذ الازهر والكاتيب سمى التفنن هم دول الوحديين اللي كانوا متعلمين في مصر اي حد كان بيعرف ايام رميكتب كانوا بيدخلوا المدارس دي ودي صورة لمجموعة من طلاب العظر سماحنا شايفين طبعا وبعد كده شوية شوية خلاص يعني الطلاب العظر داخل مدارس دي وكاتيب داخل مدارس دي بدأ يتطلع آآ طلاب زات طابع آآ مدني مش ديني بقى يعني في العظر كانوا بتعلموا آآ التشريع والسنة والفقه مش عارف لا اهلا بتعلم بقى علوم دنيوية آآ آآ الهندسة يا الطب مش عارف ايه كان دا كله فده ادى الى وجود نوع من الازدواجية الفكرية او ازدواجية الثقافة آآ اللي كانت موجودة اصلا من ايام الحملة الفرنسية ايام الحملة لايه الفرنسية طيب ولما المدارس بدأ تزيد وبدأ الطلاب يخش مدارس كتير محمد علي انشأ ادارة او ادوان سمادي ومدارس وكانت اول وزارة للتربية والتعليم في مصر سنة 1837 وبكده نكون شوفنا ازاي محمد علي زي ما اهتم بالاقتصاد وزي ما اهتم بالزراعة وزي ما اهتم بالتغيير والاهتم دا غير على طبقات المجتمع شوفنا ازاي محمد علي اهتم بالتعليم وبرضو هنلاقي ان محمد علي اهتم بالحياة السياسية وتقسيم مصر الاداري والسلطة القضائية الحاجات دي كل حامدان اهتم بيها زي محمد علي طور حاسية بموسط سلطة القضائية والتنفيذية سلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والتقسيم الاداري هنشو محمد علي ايه في كل الحاجات دي لو بدأنا مع سلطان التنفيذية والتشريعية هلاقي ان محمد علي حكمه استمر على نظام الحكم المطلق الفردي. يعني ايه زي زي العابي? زي زي العابي. حكم مطلق فردي. استمر زي زي العابي. ولكن عمله نظام. عمله نظام. استنادا على فكرة الدداوين للتشارية اللي كان عملها الفرنسيين في مصر. هو الراجل ده برضو عمل داوين بس استشارية ونظم المسألة في مصر فعمل شهات مجال سوداوين حلوة كده. زي الداوين يا مستر. عندك مسلا الدوان العالي. سنة الف ترمية اربعة عشرية. وده اللي كان الكبير بتاعه وكيل الباشا او وكيل الوالي يعني. او النائب الوالي. مهمته بحس الشيون الحكومية. طيب اللي وراه مجلس المشورة او الصورة. ده كان الف ترمية اتسعة وتلاتين. ده بقى بيتألف من ايه? كبار موظف الحكومة والعلماء والاعيان. وكان بينعقد مرة احدة في السنة. ووظيفته استشارة في مساء الادارة والتعليم والاشغال العومية. بس كده? لأ. ده عامل كان حيث عن مجلس العالي. سنة الف ترمية اربعة وتلاتين. زي بقى مجلس الوزراء. طبعا مجلس الوزراء. يبقى ده هيتألف من مين? من الزار داوين ورؤساء المصالح. وزود كمان ليه? اتنين من الاعيان عم كل مدرية. انا جعل لكل مدرية. او كل ممتازة هنشوف من شوية. كمان شوية قسم مصر ازاي? وخيب من كل واحدة اتنين. واتنين لشؤون الايه? لشؤون الحسابات. خلصوا على كده? لا ما خلصوش. محمد علي عامل كمان قانون اساسي. طبعا قانون يا سيدة بازموتين يا مستر. عشان يلزم الالاقات بين الداوين وبعضها. عطل عندك دول الارضاء. دول الجهدية. دول المدارس. دول السطول. دول الامور الفرنجية. والتجارة المصرية. الفابريكات اللي هو الصناعة. يعني دول الخديوي. الحاجات دي كلها هو عامل كواه حاجة يمديد دول. فطبعا اكيد يكون فيه مصالح مشتركة بنت داوين وبعضها. فهو عامل القانون الاساس ده. عشان القانون ده هو ينظم العلاقة بين الداوين دي وبعضها. عامل كمان المجلس المخصوص. المجلس المخصوص بيختص نظر في الشؤون الكبرى للحكومة. يشرع اللواح والقوانين وصدر التعليمات. يعني زي مجلس اللي ايه الشعب دلوقت كده. كمان اعمل المجلس العمومي للنظر في الشؤون الحكومية اللي ايه? العام. اللي ان الداوين دي زي ما قلنا كانت مجرد شكل ان السلطة الاولى والاخيرة كانت في يد محمد علي وماشي بنظام الحكم اللي ايه المطلق. طيب. تقسيم الاداري بقى. محمد علي. خلى. مصر كان يبدأ السماء ستاشر اقليم على زمن الحكم العثماني اللي قبل كده. فقال لك ستاشر دي صعب قوي. صعب في توزيع الاعباء المالية وفي وسع الناس في ناس ما هيببى مش معها مسلا. يعني مسلا اللي قمد اقول لي بفوغر مش عمد صعب. لك لما دخل كله ببعضه. هيببى في عدالة آآ مالية الى حد كبير. فقامل محمد علي. قسم البلاد السماء مدريبه ستاشر. يعني محافظة دلوقتي. متساوية المسيحة. وكل آآ مدرية بيرأسها مدير. اللي هو محافظة. سليم كده. وكان العنصر التركي اولاية بيتولى الوظيفة الادارية عدى شيخ البلد والعمدة والوظيفة المالية. سليم كده. محمد علي قسم مصر سبع مدرياتها. كل مدرية عليها محافظة. وبعد كده قسم المدريات لمراكز. وعلى رأس كل مركز واحد دوسه مأمور. والمراكز قسمها لأقسام. وعلى رأسها ناظر. والأقسام لنواحي. وقرة. وعلى رأس كل واحدة عمدة. او آآ شيخ البلد. العمدة والشيخ البلد بعد هو الوظيفة مالية. اللي كان الاطراك مبتولهاش. اللي اتراك كان المطلم هو وعظم الوظيفة الادارية زي المحافظ زي المدير زي آآ آآ مش عارف المأمور زي مش الناظر حاجات ده كلها. الا وظيفة شيخ البلد والعمدة. لان هي يعني اقل حاجة في التقسيم الاداري. اقل حاجة في التقسيم ايه? في التقسيم اللي دالي. ولكن اه مع ضعف النفوز محمد علي زي ما نشوف في نهاية ده السنة. وزي حمد علي بدأ نفوزه يقل? بدأت اه المصريين يخشوا في الوظائف شوية بشوية حد ما تم تمصير كل الوظائف المصريين من نهاية السبعينية. فيما عدا الجيش فضل الرد الكبيرة للاتراك والشراكس. زي برضو ما هنشوف الفصل اللي جاي. وثورت او الثورة العربية ضد ضباط الشراكس. طيب. تالت حاجة معنا السلطة القضائية. محمد علي اه عمل تعدالة في سلطة القضائية. اه يعني مثلا اضاب بعض الاختصاصات القضائية الدولي الخداوي. انشأهاية قضائية جديدة انت عارف باسم الجمال حقانية. سنة الف ترمية تنين واربعين من ادي. ودي اولان كان بتختص بمحاكمة كبار الموظفين. كبار لايه الموظفين? يعني كده كأنها محكام الجنات وجنح. يعني ممكن يجي لك سؤال بواسطة يقول لك. سبق محمد علي عصره في الفساد الاداري. في الفساد الايه? الاداري. ودل على ذلك انشاؤه. المجلس الاعلى المجلس المخصوص. اه جامعية الحقانية. اه ديوان العالم. هتقول له ايه ماتل حقانية. الفساد اللي انجا ماتل حقانية كان بتحاسم الموظفين الكبار الموظفين في الحكومة السرق السلب مش عارف الجانب ده كله. فده فساد اداري. طيب. كمان محمد علي انشأ محكامة تجارية. تعرف باسم مجلس التجار. دي بتختص بالفصل في الموزعات اللي بتنشأ بين الاهالي. او بين او بين الاهالي وبين التجار لاجانب. ماشي. وعشان كده. عشان كده بتفصل بين الاهالي وبين اجانب كمان. اتشكل فيها او كان من ضمنها اجانب عشان يكونوا تكون المحكامة عادلة فيها قاضي عربي او قاضي مصر وقاضي اجنبي. زي ما فيه خصم عربي او خصم مصري وخصم اجنبي. وكده يكون وصلنا لنهاية الجزء ده. خلصنا بيه اه درسنا. وفي الدرس اللي جاي هنشوف ازاي محمد علي بدأ يهتم بالقوة العسكرية. وليه محمد علي او النتيجة اللي ترتبط على اهتم محمد علي بالقوة العسكرية. اشوف كم الدرس الجاي ان شاء الله ونشوف التوسع الكبير اللي عمل محمد علي بالقوة العسكرية دي.